أسهل طريقة لتطعيم شجرة التين للمبتدئين السلام عليكم على الشاشة شجرة التين التي زرعنا بالعقلة في فيديو سابق نحن الآن في فترة السكون أي في فصل الشتاء العصارة ما زالت ساكنة وهذا أفضل وقت للتطعيم نختار فرع بقطر خمسة سنتيمترات لإجراء شق بشكل عمودي نستعمل سكين أو أي آلة حادة والشق يكون من منتصف الغصن بالنسبة لقلم التطعيم أخذناه من شجرة جيدة الصنف خالية من الأمراض وضروري أن يكون من قمة الغصن وأن يكون بعمر سنة ويحتوي على ثلاثة براعم على الأقل نقوم الآن ببري القلم من الجهتين بحيث تكون جهة أعراض من الأخرى ونذكر القلم نأخذه في طور السكون وكما تلاحظون لدينا قلمان وسندعوهما معا في الشق الآن سندخل القلم في منطقة الشق بحيث تكون الجهة الرفيعة من الداخل والجهة السميكة من الخارج نقوم بنفس الطريقة للقلم التالي ندخله في الشق نحاول أيضا أصدقائي أن يكون تلامس الأصل والطعم بنسبة كبيرة الأمر جد سهل يمكنكم القيام أصدقائي بهذه العملية إذا كان الغصن أكبر يمكن أن نضع ثلاثة أو أربعة أقلام نغطي منطقة التطعيم بهذا الشريط المطاطي لضمان تبات الأقلام ومنع حدوث الأمراض وتوفير الرطوبة ولحمايته من الجفاف نستعمل اللساق أو البلاستيك أو أي شيء المهم أن نغلق بإحكام مكان التطعيم إذا توفر لديك السيليكون أو الماستيك أو شمع البرافين يمكنك تغطية مكان التطعيم وإغلاق كل الثقوب والجروح آخر خطوة أصدقائي هي تغطية الأقلام بكيس بلاستيك كما تشاهدون ويمكنك أن تضع كيس آخر من الورق فوق كيس البلاستيك لمنع تعرض منطقة التطعيم لارتفاع درجة الحرارة لأنها تفسد عملية التطعيم بسبب تعرض الطعوم للجفاف وبعد 25 يوم أصدقاء سننزع الكيس وسنرى كيف أن البراعم بدأت تنمو وتخرج من الأقلام وهذا موضوع الحلقة القادمة سؤال حلقة اليوم ماذا يسمى الصين في بلدكم نهاية حلقة اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها وإذا أعجبكم أصدقائي هذا الفيديو فيمكن أن ننزل قادما أو مستقبلا فيديوهات أخرى عن التطعيم وجميع أنواعه دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر